موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام نرحب بكم في حلقة اليوم من برنامج أحداث وأصداء في الملف السوري اليوم انتفاضة في السويداء بعد مقتل مشايخ الكرامة مظاهرات عارمة واكبت تشييعهم وسط مطالب بإسقاط النظام وفرنسا تنفذ أول غاراتها الجوية في سوريا اليوم على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية ونناقش أيضا اليوم روسيا بين تقارير تتحدث عن وجود قوات روسية تقاتل إلى جانب بشار الأسد وبين نفي وتفنيد من النظام السوري على لسان الوزير وزير الإعلام عمار الزعبي ونبدأ مشاهدين الكرام بالحديث عن السويداء التي شهدت قبل ثلاثة أيام تفجيرين متتاليين استهدف أحدهما موكبا لمشايخ الكرامة على طريق الظهر الجبل في المدينة قتل وجرح على إثرها عدد منهم كما استهدف الانفجار الآخر ساحة المشفى الوطني في المدينة بعد دقائق من نقل ضحايا الانفجار الأول إليهم ما أدى إلى مقتل أربعين شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء تدعية هذا التفجير وانعكاساته على الوضع في سوريا نحاول نقاشه مع ضيفنا في الستوديو الأستاذ سامر الخليوي المحلل السياسي السوري أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بداية من السويداء لو نبدأ بأهمية السويداء بالنسبة للثورة السورية ما موقعها أو لنقل موقفها من الثورة نعم لها أهمية خاصة كما تعلمين الغالبية العظمى هم الأخوة الدروز الذين يسكنون هناك والذين كانوا يتشدق بهم النظام السوري ويقول أن هؤلاء هم من الموالين وهؤلاء هم مع النظام وهؤلاء ضد الثورة السورية أهلا موقعها الهام جدا قرب دمشق ومحاذاة لدرعا وكما نعلم أن حاول النظام أن يخلق فتنة ما بين أهل درعا وأهل السويداء ولكن الأهالي في السويداء ودرعا أفشل ذلك المخطط أيضا بالنسبة للسويداء كما نعلم أن هناك لها امتداد أيضا في لبنان ولكل يعلم تداعياته أيضا في لبنان وليد جنبلاط الزعيم الدروز الأبرز في لبنان والذي يقف دائما ضد النظام السوري ومع الثورة السورية وهناك بعض الأبواق السورية مثل وآم وهاب وطلال أرسلان وغيرهم هؤلاء من الدروز الموالين لنظام بشار الأسد المهم في السويداء أنه قبل عملية اغتيال الشيخ وحيد البلعوس كانت هناك مظاهرات في داخل السويداء لتطالب بإيقالة المحافظ وتحسين الخدمات على مدى يومين والذي زاد من الأمور سوءا عندما أعلن الشيخ وحيد البلعوس وهذا كان موثق وبث يوم أمس وقبل أمس في تسجيل مصور وقال أن رسالة وصلتني من علي مملوك رئيس المخابرات السورية والذي هدد الشيخ وحيد البلعوس لأنه كان دائما ضد نظام بشار الأسد وأيضا هو من دعا أهالي السويداء لعدم الالتحاق بالجيش السوري وعدم قتل أبناء الشعب السوري من هنا هي لها أهمية خاصة كون أن النظام يتشدق ويقول أنه هو حامل أقليات وأن الدروز موالين له ولكنهم الآن ينتفضون ويقولون أن بشار الأسد ونظام بشار الأسد مجرم ولا يستثني أحد من أي طائفة كانت وهذه الكذبة قد سقطت والأهم من ذلك أن كل من يعاض بشار الأسد بغض النظام عن طائفته أو قوميته سوف يرقى حسابه وكما فعلها النظام بشار الأسد من قبل مع الكثير من الزعماء الآن هو يعيد الكرة مع الشيخ وحيد البلعوس وكما تعلمين هو من شيخ الكرامة الذين انتفضوا ولا يزالون منتفضين ضد نظام بشار الأسد ليقولوا له أن الدروز خط أحمر وما فعلته أنت من قبل مع الآخرين لن تستطيع أن تفعله معنا مرة ثانية نتحول إلى محمد سباعي المسؤول في مركز حمص للإعلام أهلا وسهلا بك الأستاذ محمد تحدثنا من حمص مباشرة وكما كان يشير ضيفي مطالب أهالي السويداء كانت إقالة المحافظ وإذا بها الآن ترتفع اللافتات بإسقاط النظام كيف يمكن أن نجمل الوضع في السويداء الآن بداية مساء الخير لك ولجميع السماعين والمشاهدين الكرام طبعا النظام السوري حاول أن يشعل فتنة بين أهالي السويداء وأبناء سوريا لكن الفتنة التي أراد النظام أن يشعلها كانت ورقة فاشلة بيده كانت آخر المحاولات التي أراد النظام أن يبدأ بالمشاكل بين السويداء وأبناء سوريا هي شيخ البلعوس الذي استشهد في هذه الساعات الماضية طبعا النظام فشل بجميع الأوراق لديه أن يشكل خناف أو يشكل مشاكل بين السوريين وأبناء السويداء بالتحديد نعم لكن هناك بالأمس تشييع الجنازة للشيخ البلعوس كانت ربا مرافقتها إقفال المحلات رفقتها ما شابها انتفاضة كما وصفت حملت شعارات إسقاط النظام ماذا يمثل كل هذا بالنسبة للثورة السورية عموما طبعا السويداء منذ كما ذكرت منذ الأيام الماضية أعلنت منطقة محررة بشكل كامل من عطابات النظام البداية التي انتفضت بها هي تشييع الشهيد البلعوس طبعا هنا كانت الانتفاضات الأولى لمدينة السويداء التي خرجت بشكل كامل عن سيطرة قوات النظام المتواجدة في تلك المنطقة طيب ماذا عن قطع الانترنات هل مازال متواصلا الحديث على أنه تزامن مع هذه الأحداث قام النظام بقطع الانترنات هل هذا مازال مستمرا طبعا النظام السوري كما عهدناه في بداية الثورة السورية كان يقطع جميع عنواع الاقتصالات كانت بشكل الانترنت أو شكل الاقتصال الأرضية أو كليوية هذا ليس بالشيء الجديد بالنظام السوري هذا هو شيء قديم النظام يحاول أن يضغط على أبناء السويداء يحاول أن يرجعوا في ثورتهم لكن الثورة ما زالت مستمر وانطلقت السويداء بركب الثورة السورية مع مدينة حمص وحلب ودمشق وبطيط المناظف السائرة ضد هذا النظام حسب تقديرك وانتربام الذي تراقب عن قرب الوضع هناك ما تتوقع من أهالي السويداء هل ستستمر انتفاضاتهم هاته ردهم على مقتل الشيخ البلعوس كيف تتوقع يكون أبناء السويداء خرجوا في ثورتهم ضد هذا النظام أنا أعتقد أن الثورة ستنشي في سياحها ضد هذا النظام لا انتهاب بالتأكيد كمثل حمار وحمص وريد دمشق الآن يتعرض جميع المدن السورية للقصف ولكن هم ما زالوا ضد ثورتهم ما زالنا نفع شعارنا النظام هو الذي سيرحل وسوريا ستعيش بأمان انتفق هذا النظام أرجو أن تبقى معنا محمد سباعي وأتحول في غضون ذلك لضيفي هنا في استوديو الحديث عن السويداء انتفاضة السويداء الحديث عن تحطيم تنفال حافظ الأسد يعني انتفاضة السويداء وسابقا كان النظام يسوق على أن السويداء هي في صفه وسبق لأهالي السويداء أن قاتلوا لجانب النظام جبهة النصرة لما اشتاحت السويداء هذا ربما ماذا يمثل أي تحول في الثوراء السورية برأيك يعني كما قلت في البداية هذا دليل آخر على أن النظام كاذب الذي يدع حماية الأقليات وأن الدروز هم يقفون بصف بشار الأسد يعني نتمنى أن تتستمر للانتفاضة وأن كنت لا أتوقع ذلك لأنه كانت بعض المطالب هي مطالب خدمية بالبداية ثم ارتقت إلى مطالبة بإسقاط النظام ولكن قد تكون ردة فعل محدودة بعد اغتيال الشيخ وحيد البلعوس وشيوخ آخرين ولكنها بالمحصلة النظام السوري سيسعى بشتى الوسائل لإفشال تلتى الانتفاضة إن وصلت إلى مرحة الانتفاضة الكل يعلم أنه الآن يهدد بداعش وأن داعش على الأبواب سوف تقتحم السويدة وسيدخل من أبواب أخرى وقد يستجيب أيضا لبعض المطالب مثل إقالة المحافظ وإقالة رئيس الفرع لأمن العسكري وفيق ناصر من المحافظة ليمتصد تلك الغضبة من هنا سيكون الفارق إن كانت هي ثورة ضد نظام بشار الأسد للالتحاق بالثورة السورية وإن كانت متأخرة قليلا ولكنها أو أنها ستكون ضمن مطالب محددة طالب بها أهالي السويدة نتمنى أن يكون أكثر وعيا وانضماما للثورة السورية لتعريت بشار الأسد الآن هو بعد تلك المظاهرات التي طالبت بإسقاطه هو يتعرض عمام الجميع الذين يدعون أنه حامل أقليات وأن الدروز هم موالين له إضافة إلى أن هناك سيكون تأثير إن استمرت لأن كما تعلمين هناك الكثير من الضباط من الدروز الذين يشاركون ضد الثورة السورية وعلى رأسهم المجرم العميد عصام زهر الدين القائد بالحرس الجمهوري الذي ارتكب المجازر في محافظة دير الزور ومحافظة الحسكة وريف دمشق وحمص فهو من كبار القادة الذي يعتمد عليهم بشار الأسد من الدروز طيب كيف يمكن للثوار بصفة عماني الجيش الفتح وباقي الثوار أن يستثمروا في هذه الانتفاضة ليحولوها إلى صالحهم بحكم ما ذكرت من قرب منطقة السويداء من دمشق يعني أهالي الثوار على الأرض بعثوا الكثير من الرسائل أنه لا يوجد عداء ما بيننا وبين الأخوة الدروز أو بين الدرعة والسويداء ولكن النظام حاول من يفتعل ذلك عندما اقترب الثوار كما هو معلوم من مطار الثعلة وأرادوا السيطرة عليه قام النظام بتجنيد العديد من أهالي السويداء وقال لهم أن جبهة النصرة وداعي سوف يرتكبون المجازة الثوار على الأرض قالوا ليس لدينا أي عداء مع أهالي السويداء ولكننا من تلك المناطق تنطلق الصواريخ والقذائف التي يقوم بها النظام بشار الأسد ونريد أن إيقاف تلك القذائف وهذا الدمار الذين ترغن من تلك المنطقة وعداءنا نحن ضد بشار الأسد هذه الرسائل أطلقها الكثير من الثوار وأعلنوها على كافة المستويات أنه لا يعد ما بيننا وبينكم ولكن العداء مع نظام بشار الأسد الكل يعلم أن هناك جرت محاولات عديدة وتم إفشالها من قبل النظام كما نعلم كان هناك أيضا عملية اختطاف من قبل النظام السوري لمخابرات النظام السوري لعدة أشخاص من أهالي السويداء وقالوا أن هؤلاء هم من الدرعة ومن جبهة النصرة ولكن بعد ذلك اكتشف أهل السويداء بعد أن بحثوا في كل مكان أنهم لم يجدوا هؤلاء الذين اختطفوهم وعندما بحثوا بالأمر وجدوا أن المخابرات السورية التي تنكرت بلباس شبيه بلباس جبهة النصرة وهددوا منذ ذلك الوقت إذا لم يتم إطلاق صراح هؤلاء المعتقلين سنقوم بانتفاضة فمما أجبر النظام على إطلاق صراحهم فهذه المحاولات أصبحت مكشوفة والآن الخطر الأكبر الذي نتمنى أن يكون أهالي السويداء أكثر وعيا وفهما للأمور أنه يهدد الآن بجبهة الداعش وجبهة النصرة أنها سوف تقوم بالاقتحام كما تفضلت وقلت أرسائل كثيرة وصلت لأهالي السويداء والكرة الآن بملعبهم ليعرفوا الحقيقة بعد أن اكتشفوا أن هذا النظام الذي يدعي حمايتهم أنه نظام كاذب مجرم لا يستثني أحد إلى أي مدى ربما تصدقوا الرواية التي قدمها النظام عن عملية الاختيال والتحقيق الذي قام به والمتهمين الذي قدمهم إلى أي مدى هذه الرواية تراها قريبة للتصديق خاصة من طرف أهل السويداء يعني لم أجد إلى الآن شخص ممكن يصدق هذا أبو ترابة الدرزي الذي يسمه كما هو حصل مع أبو عدس الكل يعلم تلك القصة التي اختلقها النظام وجاء بشخص وقام بتلك التمثيلية الأخطر من ذلك أن أحد المعتقلين تحدث من داخل المعتقلات السورية بعد أن أفرج عنه وقال التقيت مع شخص داخل المعتقل وقال أنه هو من قام بعملية اختيال لرفيق الحريري والآخرين ولكن بعد ذلك على أساس أنه وعده علي غازي كنعان قبل أن يقتل أنه سوف يطلق صراحة ولكن منذ ذلك الوقت بعد هذا الاعتراف إلى الآن لا يزال المعتقل الكل يعلم هذه ألاعيب وتمثيليات النظام السوري لم تعد تنطلي على أي شخص من الأشخاص وخاصة أن أهل السويدة هم أنفسهم قالوا النظام هو القام بعملية الاختيال والدليل على ذلك أن الشيخ وحيد البلعوس الذي تحدث قبل عنده وقال رسالة علي مملوك باختيالي قد وصلت وتم الاختيال بعد ذلك وهذا دليل آخر لأخوة دروز وأهالي السويدة أن هذا النظام لا يستثني أحد يستهدف كل من يقف بوجهه ويرفض الانصياع بركب بشار الأسد من هنا أهالي السويدة أعتقد أنهم أصبحتوا الصورة واضحة جدا لديهم ونتمنى أن تستمر ثورتهم وانتفاضتهم ليتعرض نظام بشار الأسد ويقترب سقوط ربما في الملف السوري نقطة هامة جدا أو مستجد في الثورة السورية اليوم أول غارة تشنها فرنسا على الأراضي السورية ضد تنظيم الدولة الإسلامية المشاهد لعله يتساءل لماذا تأخر مشاركة فرنسا في التحالف على سوريا بالتحديد هي الآن تشارك فقط في العراق ولماذا الآن بالتحديد يتم استهداف سوريا خصيصا يعني دعنا نفرق بذلك فرنسا وبريطانيا كما أعلنت أيضا كاميرون أعلن أنه تدخل وكان ذلك منفتا عندما أرادت بعد أن استخدم ببشار الأسد الكيماوي أرادت بريطانيا أن تشارك بضربات جوية فرنسا كانت مستعدة بريطانيا قد يجب أن نذهب للتصويت ورفض بوقتها البرلمان الآن كاميرون يستخدم القوة ضد نطين داعش دون العودة إلى البرلمان ودون سؤال البرلمان وذلك لاستهداف الدولة الإسلامية من هنا نحن نقول نتحدث عن تداعيات المشكلة ولا نتحدث عن السبب الرئيس للمشكلة داعش يمكن القضاء عليها ولكن بشار الأسد هو السبب الرئيس لوجود داعش وغير داعش كيف يراد من الشعب السوري أن يقاتل داعش ويترك نظام بشار الأسد وهنا مكمن الخطورة عندما تحدثت الولايات المتحدة بكل صراحة وحتى الأفراد المعارضة التي قامت بتسليحهم ورفضوا مقاتلة فقط داعش قالوا يجب أن نقاتل بشار الأسد وداعش الآن الغرب كله يجمع على مقاتلة الدولة الإسلامية وترك بشار الأسد وهذا سيكون مكسب لبشار الأسد فهذه الضربات أنا باعتقادي أنه لن تفيد كثيرا ولم تقدم ولم تؤخر خاصة أننا نعلم أن الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية والدول العربية التي شاركت بالتحالف والقصف في سوريا لم تجري نفعا طالما ليس هناك قوات على الأرض وليس هناك دعم من الأهالي بسوريا لقتال تنظيم الدولة فقط دون قتال بشار الأسد طيب لنستمع وجهة نظر الأستاذ شريف شحاتا محلل السياسي انظم إلينا مباشرة من دمشق أهلا وسهلا بك الأستاذ شريف وبداية تعليقك الأول على أول غارات تنفذها فرنسا على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أولا كان من المفترض أن يكون هناك تنسيقا بين الحكومة السورية وبين الحكومة البريطانية والفرنسية وقد أدركوا بعد أربع سنوات ونصف أن سبب الإرهاب والإجرام هي المجموعات الرهابية التي دعموها بشكل أو بآخر وبالتالي سوريا تريد أن يكون هناك تنسيقا لنجل قضاء على هذه المجموعات الرهابية العمل الفردي لا يفيد استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية ولم تستفيد استخدمته كثير من الدول ولم تستفيد لأن التنسيق مع الحكومة السورية يعطي أريحية في التعامل خاصة وأن مدد الحكومة السورية معلومات وخابرات وغيرها تدل على أماكن تواجد مجموعات الرهابية وبالتالي يمكن أسهل القضاء على هذه المجموعات طيب التساؤل أستاذ شريف بأن داعش أو الدولة الإسلامية في العراق والشام أو بمسمها الجديدة الدولة الإسلامية لا تمتلك طائرات ولست هي من تلقي البراميل المتفجرة اليوم شبكة السورية لحقوق الإنسان تتحدث على أنه في شهر واحد تم استهداف سوريا بـ 1600 برميل يعني هذا كله ما محل من الإعراب يعني أولا أنتم في الإعلام دون تنتجون على قضية والنسونة القضية الأخرى شباب الإرهاب الموجود في المنطقة في سوريا وفي جبنان وفي العراق وفي مصر وفي ليبيا وداعش وليست سوريا من أولد الداعش هذه حقيقة يجب أن تعرفوها لا أن تحيدوا عنها اليوم من حق الحكومة السورية أن تضروا في أي مكان ضد هذا التنظيم للإرهاب الرعيد وإذا كنتم لا تدركون مدى فضاعة ما فعلوا هذا التنظيم فاشألوا أهل الرقة واشألوا أهل الدين واشألوا كثير من المناطق واشألوا أثار تدمر التي تدخلوا إليها وذبحوا عالم الأثار خالد الأسعاد وعمره 82 عام طيب أستاذ الشريف بغض النظر على هذه الجزئية التي جاءت بعد الثورة الشعب السوري انتفذ ضد نظام بشار الأسد لم ينتفذ في البداية ضد هذه التنظيمات التي جاءت لاحقا نعم سمحيلي أنت تريدون أن تفيدوا من النظام وتعفوا جمعية النصرة وداعش وغيرها كان هناك مطالب إصلاحية محطة ارتلعترف بها وكانت الحكومة السورية سائرة في تحقيقها منها تعديل الدستور منها انتخابات منها كل شيء اليوم سبب الإرهاب في كل المنطقة ليس في سوريا وحدها بل هو التنظيم من داعش والنصرة وغيرها لماذا تنتفذون إلى الجانب الأضعق وهو الجانب الحكومي بالمعنى الجانب الذي أراد بأن يكون معك الأصطراح وتنسون الإرهاب أنا لا أفهم ما هو مقصد طيب أبقى معي أستاذ شريف شحاتة أتحول إليك أنقل وجهة نظرك لضيفي هنا في الستوديو يعني لماذا العالم جميعا يحارب داعش وهذا ما حاربه كما يقول شحاتة الإرهاب هو من يحاربه بشار الأسد منذ البداية يعني أليس هذا إقرارا محاربة أو تحالف ينظم إليه اليوم بعد الآخر دولة بعد الأخرى ألا يعتبر هذا إقرارا بأنه فعلا بشار يحارب إرهابا استدعى كل هذا التحالف يعني أس الإرهاب بشار الأسد وعصابة بشار الأسد لمن لا يعلم لا توجد بسوريا دولة مؤسسات وحكم ديمقراطي من يحكم بسوريا عصابة الأسد وعائلة الأسد هم من يحكم سوريا هم من يتحكم بكل شيء ولنبدأ عندما انطلقت الثورة أين كانت هناك جبهة النصرة ولا داعش ولا غير ذلك لم تكن موجودة ماذا فعل بشار الأسد منذ الأيام الأولى اتفق بشار الأسد مع رؤساء الأفرع الأمنية على أن الحل أمني ولم يستجيب لأحد حتى عاطف نجيب ذلك المجرم لم يحاسب إلى الآن لم يحاسب منذ ذلك الوقت انتفض الشعب السوري وكانت المظاهرات بكلام بشار الأسد سلمية مدة ست شهور سبع شهور بالبداية ولم تكن مسلحة وبعد ذلك كان هناك الجيش الحر الآن دولة الإسلامية أصبح لها عام واحد يعني أو عام نيف منذ أن ظهرت وجبهة النصرة كذلك قبل ذلك لم تكن موجودة ومع ذلك بشار الأسد ارتكب المجازر داعش مجرمة لو قارننا ما بين جرائم داعش وجرائم بشار الأسد ستجدين أنه واحد بالمئة من الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد ارتكبتها داعش داعش كما تفضلت لا تمتلك الطائرات ولا الصواريخ ولا الأسلحة الكيموية بشار الأسد استخدم كل تلك الأسلحة انظري أكثر من 400-500 ألف شهيد 400-500 ألف معتقل الآن 12 مليون مهجر سوري ما بين الداخل والخارج يوم أمس الرئيس الفرنسي قال بكل وضوح أن بشار الأسد هو سبب المشكلة وسمى الأمور بمسمياتها وقال له لن يكون له مستقبل بسوريا نفس الشي بريطانيا والولايات المتحدة فقط روسيا هي من تريد أن تسوق بشار الأسد وتقول أنه هو من يحارب الإرهاب وهذه الكذبة أصبحت مفضوحة وبشار الأسد يحاول أن يسوق نفسه الآن يقول أنا أحارب الإرهاب وأحارب داعش حتى يلقى بعض القبول وبعض الدعم من الدول الأخرى سأعود إلى روسيا ربما في النقطة التي تليها لكن دعني بهذا أعود إلى ضيفي يا سيد شريف ربما أنت قلت بأن نحن الإعلام والإعلام صفعام يركز فقط على بشار الأسد ويهمل الجرائم التي تقوم بها تنظيم الدول الإسلامية ولكن المديرة التنفيذية لهيومن رايس وووتش صرحت اليوم قالت بأن جرائم داعش غطت على فضاعات التي يرتكبها النظام نظام بشار الأسد يعني عمليات الإغتيال التي يقوم التنظيم بها ويسورها غطت على مئات أو ننقل آلاف الضحايا الذين يسقطون يوميا بالبراميل المتفجرة أولا موضوع البراميل المتفجرة يعني أصبح موضوعا كبيرا لأن إعلام ركز عليه أولا هناك أسلحة في العالم تستعمل هذه المجموعات في مصر وسوريا لماذا لا تتحدثين عن مصر عندما تقوم الطائرات المصرية بقصف مواقع الأرهابيين في سناء بالبراميل وبالصواريخ وبأشنع مزاري لماذا تصرون على سوريا نحن نتحدث على ذلك عندما نتبرق إلى مصر ألا يشاهد العالم أنه هو المستهدف في تلك البراميل أليس هؤلاء الأطفال أليس هؤلاء النساء تفضل سيد شريف المستهدف هو المجموعات العربية لا علاقة لنا لا بالنساء ولا بالرجال لأن الخصم بالنسبة للحكومة السورية هو هذه المجموعات وليس البشر طيب بهذه برواية النظام أنه يحارب الإرهاب وكل هذه البراميل وكل هذه التفجيرات تستهدف هؤلاء الإرهابيين برأيك أنت لماذا لم ينجح إذن النظام إلى الآن في قضاء على هؤلاء أو الجماعات الإرهابية الموجودة والثورة السورية تدخل عامها الخامس نعم هذا سؤال جيد طالما أن هناك من يورد لنا الإرهاب من السعودية ومن قطر ومن الشيشان ومن أبغانستان ومن تونس ومن ليبيا من الطبيعي أن لا ينتهي الإرهاب آلاف مؤلفة تأتي كل يوم إلى الحدود السورية التركية تسرح لهم الحكومة التركية بالدخول وبالتالي لا أستطيع القضاء هل استطاعت ولاية المتحدة أن تقضي على طالبان في أبغانستان وعلى القاعدة رغم قوتها وهي دولة عظمة أقول في حقيقة صراحة مشكلة سوريا أنها تتعامل مع العرب وهذا مؤسف يعني حقيقة لأن من يصدر الإرهاب اليوم هذه الدول التعيسي التي لا تحترم لا حقوق الإنسان وغيرها ثم يأتون ويسباكوا على السوريين تحت عنوان برامي متفجرة وتحت عنوان لاجئين وتحت عنوان كل شيء وهم من سببوا المأساة والأزمة في سوريا طيب طيب تتحدثت على الذين يدخلون إلى سوريا من دول مختلفة ويسببون الإرهاب داخل سوريا سأعود إلى نقطة أخرى ربما تصب في هذا الصدد أرجو فقط أن تبقى معي أعود إلى ضيفي هنا في الستوديو نتحول إلى روسيا روسيا تقارير الديلي بيس تقول بأن روسيا أرثلت عاددا من الجنود وتدعم الأسد عسكرية ومتواجدة على الأرض واليوم عمران الزعب ينفي هذه التقارير ويقول لا وجود روسي على أرض سوريا يعني ما يكفي هذا وتحدث ربما على دخول أجانب وكذلك من إيران وأفغانستان يا سيدتي قبل يوم أمس صحيفة التايمز بريطانية بعد أن بث الكثير من الصور والأفلام التي تثبت بوجود مقاتلين روس بأسلحة روسية حديثة تأكدت صحيفة التايمز وقالت نعم فعلا هؤلاء مقاتلين روس الأكثر من ذلك أن لافروف اعترف وقال أن كيري يعلم منذ اليوم الأول أن ندعم بشار الأسد الأكثر من ذلك أن بوتين منذ عدة أيام قال أن ندعم بشار الأسد بالأسلحة الحديثة وبالعناصر والخبراء وغير ذلك الأكثر من ذلك ماذا تفعل ميليشيات حصل نصر الله المجرمة في سوريا ألم يرى العالم ماذا يفعلون ويرتكبون من مجازر ماذا تفعل الميليشيات الطائفية الشيعية ألم يرى العالم الأفغاني الذي تم أسرهم بسوريا والإيرانيين الذين يقاتلوا مع بشار الأسد كل هؤلاء ملائكة ذهبوا لسوريا وفقط هو يدعي أن يقول لك المملكة السعودية وقطرة تدعم بالأسلحة والإرهاب أي إرهاب أكثر من إرهاب بشار الأسد أي دمار هذا الذي دمر سوريا أكثر من بشار الأسد هو يتحدث ويقول أين هو الدعم الحقيقي هؤلاء هم يدعمون بشار الأسد إيران تدخل بقوة والأكثر من ذلك ليس حديثنا البي بي سي وهي يعني ميالة الآن إلى نظام بشار الأسد وثقت منذ سنتين وبثت تقرير بالإنجليزي وبالعربي يوثق مشاركة الميليشيات الإيرانية بسوريا بحالة بريد حلب هو يقول لك هي تدافع جاءت لتدافع عن سوريا بالإرهاب الذي يواجهها يا سيدي إذا بشار الأسد سمى الشعب سوري إرهابي وصنفه على مزاجه أنه إرهاب وبأحد خطاباته قال أن تلك المصيبة إذا هناك مليون والعائلة كل عائلة لديها أربع خمس أشخاص إذا نحن أمام أصبح الشعب السوري كله إرهابي بالنظر بشار الأسد فقط بشار الأسد هو الرحيم والباقيين هم المجرمين المجرم الأول هو بشار الأسد ومن يستفع وهذا الإعلام الكاذب صدقين لم يعد له قبول ولم يعد أحد يثق بهم أو يسمع إليهم هؤلاء المجرمين الصور والوثائق والمنظمات حقوق الإنسان هي من توثق ذلك تلك الجرمة هو يقول لك أن البرامين وتفجر تستهدف فقط الإرهابيين ألم يشاهد العالم تلك البرامين أين تذهب الأكثر من ذلك حتى الأسلح المحرمة غير البرامين الكيماوي والنابانم التي حرقوا بها دارية ألم يشاهدها العالم هو يتحدث يقول يسأل أهل دير الزور وأهل يرقى ونحن من أهالي المنطقة لم يبقى شيئا في تلك المنطقة هم يستهدفون كل شيء المدارس الأفران كل من يؤذي الشعب السوري هم يستهدفونه ويقول لك نحن نستهدف الإرهابيين بشار الأسد يقول لك لا يوجد شيء اسمه برامين وتفجر والآن هو يقول لك نعم موجودة البرامين ولكنها تستهدف الإرهابيين طيب أعود إلى شريف شحات المخرج يقول بأننا فقدناه أعود إلى نقطة أخرى ولكن في نفس السياح تلك هي دائما يحرب من المناقش أكثر من مرة نتواجد هو غير موجود ربما ولكنه لا يتعب أكثر من مرة حصلت بأكثر من قناة طيب عاد إلينا أستاذ شريف شحاتا أنت معي أستاذ شريف أنا أقول لضيفك لا أعرف لكن الاتصال يفصل دائما يفصل الاتصال معك من كلمة الحال طيب لنسمع ردك على هذه النقطة بالذات هناك اتهامات هناك تقارير هناك الكثير من التقارير تتحدث على تواجد ليس روسيا الآن لا تدعم فقط عسكريا لا تدعم فقط سياسيا لكنها تدعم بجنود على الأرض ما هو ردك ربما على هذا الاتهام الذي فنده وزير الإعلام اليوم يعني أولا احترتم بماذا تؤلفوا من شائعات حول سوريا أولا نحن لا نقف التعاقل العسكري السوري الروسي هذا التعاون قائم منذ عام 1970 وهو قائم بأعلى المستويات وهناك تبادل خبرات وتوانل معلومات وأيضا هناك شراء سلاح من روسيا وهذا أمر طبيعي يحصل لكل دولة اليوم روسيا تمارس نفس الدول في أعطاء سوريا الدولة أعطاها السلاح الذي يجب أن يكون موجودا ومتوطرا لمقافأة الإرهاب ولمحاربة هذه الهدافة وبالتالي نحن لا نخفي أن هناك علاقات عسكرية ولا نخفي أن هناك خبراء يأتون إلى سوريا من أجل تعليم الجنود سوريين وضباط على موضوع السلاح لكن ليس هناك من ضابطين أو عسكريا روسي يقاتل على غرب السورية ما يزال الجنود السوريون والحمد لله يقاتلون وما زال الشعب السوري فنحن لسنا بحاجة لجيش روسي وعندما نكون بحاجة لجيش روسي لن نستازن للولايات المتحدة الأمريكية ولا ضيفك ولا العرب كما طلبوا العرب عام بثمانينات عندما غزى صدام حسين الكويت 33 دولة جماعتها السعودية من أجل أن تحارف أن تأتي ب33 دولة لحماية أرض وممنوع على سوريا أن تأتي بدولة صديقة وحليفة السؤال أستاذ شريف لو سمحت لأن أقاطعك السؤال ربما ضيفي يقول لك لماذا تعبون على المعارضة السورية أن تتلقى دعما خارجيا وأنتم تحصلون على دعم بل وميليشيات تأتي لتقاتل سواء من إيران من حزب الله من أفغانستان وحتى كما ذكرت الآن من روسيا لماذا تعبون على الغير أن يتدخل في سوريا بينما أنتم تدعون الغير لأن يتدخلوا إلى جانبكم نعم نحن ندعو بصفة دولة وهم يدعون بصفة أرهاب وميليشيات ومجموعات أرهابية الدولة يحق لها سوريا كدولة يحق لها أن تستدعي جيش أو تتعاون مع دولة أخرى أو تأخذ معلومات من دولة أخرى بينما المسموح لحركة طالبان أو القاعدة أن تأتي بدولة أخرى إلى أبغانستان هذا كلام مخالف للواقع المسموح لداعش والنصر أن تستدعي أمريكا هذا يعني لا يحق لأي عاقل أن يفهم هذا كلام لذلك أنا أقول لك من حق الحكومة السورية كحكومة لا صلاحيات ولا استقلال ولا سيادي أن تستدعي من تشاء في ظل مساعدات وفي ظل استفاقين دولية هذا أمر طبيعي ومنطقي لا أحد يمنعه علينا أسألي ضيفك ألم تستدعي سعودية 33 دولة من أجل محاربة صدام حسين هذا الأمر يجب أن نصد عنه وليس سوريا طيب شكرا جزيلا لك شريف شحات المحلل السياسي والعلي أحول وجهة نظرك إلى ضيفي هنا في الستوديو وأضيف عليها أيضا حديث موسكو تدعو السعودية وأمريكا للعمل المشترك مع الأسد ضد الإرهاب يعني إلى أي مدى ترى دخول تنظيم الدول الإسلامية وقاعدة على الخط هو من ربما أربك المشهد وربما الرؤية الآن غير واضحة بمن يتحالف مع من ضد من يعني هذا ليس بجديد يعني الكل يعلم أن بشار الأسد هو سبب الرئيس هذه محاولات من روسيا لتعويم نظام بشار الأسد وإعادة تسويق ومرة ثانية وهذه محاولات لم تتوقف كان هناك فشل عندما كان هناك مؤتمر صحفي لوزير خارجية السعودية بموسكو وأعلنت المملكة العربية السعودية أنها لن تقبل بوجود بشار الأسد وليس له مستقبل بذلك روسيا تقول أنه يجب الآن الأولوية مكافحة كما تدعي إيران ويدعي بشار الأسد أولوية مكافحة الإرهاب المتمثل بالدولة الإسلامية الكثير من الدول ترفض ذلك وحتى الدول الغربية كما صرح يوم أمس يعني الرئيس الفرنسي قالت سنشارك بضرب الدولة الإسلامية ولكن بشار الأسد يجب أن يذهب بشار الأسد لأن معظم الدول العربية ترفض ذلك والأهم من ذلك أن الشعب السوري لن يستجيب لتلك المحاولات فكما هو وتمنيت أن يبقى ضيفك من دمشق لنقول له كم الآن تسيطر الدولة السورية التي تهيمن عليها إيران وقاسم سليماني 22% فقط من مساحة سوريا تسيطر عليها النظام السوري وإذا لو كان هناك وقت لا أعطينا الإحصائيات بالكيلو متر مربع بالضبط كم تسيطر هي دولة وعندما تستدعي دعما خارجيا بصفتها دولة ولكن المعارضة يقول بصفته ماذا يقوم أو تحصل على دعم خارجي ربما يا سيدتي الشعب السوري لم يكن يستدعي أي معارضة خارجي الشعب السوري انتفض لوحده وبقي مدة سنوات وهو يقاتل ويناظل لوحده لم يطلب أحد ولكن بذلك الوقت كما أعلنت إيران وأعلن حسن نصر الله وهذا مثبت كما صرح وزير خارجي نظام بشار الأسد منذ الزمن ماذا تحدث يوم أمس الرئيس التركي أردوغان قال لو لا التدخل الإيراني والروسي إذا كفوا أيديهم عن نظام بشار الأسد سيسقط ب24 ساعة ونحن قلنا أنه لو كفت إسرائيل وأمريكا يدها عن نظام بشار الأسد لقد سقط خلال ساعات طيب أعود إلى ضيفي عبر الهاتف من حمص محمد الحمص الكاتب والصحفي أهلا وسهلا بك الأستاذ محمد ولعلننا تساءل دخول فرنسا على الخط بالقصف الجوي لتنظيم الدولة الإسلامية ماذا يمكن أن يضيف للمشهد السوري أحياني بكم للأصداء المستمعين سأكون بقولي خير حقيقة هذا الإضافة حقيقة في نوعا ما يشل حركة تنظيم بالاختراب بالمواقع المستمعين نرى منذ أيام تقدم التنظيم في أرياض حمص الشرقية وخصوصا على حق البذل هذا الحق النفط الكبير الذي يعني يعتبر من مفاصل النظام الحيوية في إمتاج النظام التبذير إلى المشهد الذي يضعون بتنظيم وتدوير والآليات حقيقة هذا التقدم للنظيم والتدخل العبكة والقبل فرنسا والدول التحالف يعني بالتحالف الجوين أو عبر مناطق أرياض شمال سوريا عفوا في الشمال السوري يلقي نكهة أخرى يلحظ اللعب على وضع يعني التنميع صورته بألحظ المذيح في أمراض البقيدة في أجام التنظيم كيف يعطي شهادات المسيحيين بوقوف أنهم في تنميئهم ما كانوا مدفعون الدينة ويحظ أصداد لأمر الله ممارس قارج بيتهم عشر شروف قاسية عن المسيحيين في صورة قطعة تنميئ تنميئ سورا الحظ الشعبية الصوت يبدو أنه يتقبع محمد الحمس يتمنى إعادة الاتصال به وعذرا لهذا الخلل من المصدر أعود لضيفه هنا في الستوديو الرئيس الفرنسي طلب من وزير دفاعه جون إيف لودغيون أن يقوم بتحديد الإحداثيات وجمع بنك الأهداف ليقوم باستهداف هذا التنظيم في سوريا ونحن نتحدث قبل قليل بأن القصف الجو الذي كان يقوم به بشار الأسد كان يستهدف المدنيين يعني ما المانع أن يستهدف هذا القصف المدنيين أيضا لا تنظيم الدولة الإسلامية خاصة أننا نعلم أن هذا التنظيم موجود يمسك القرى ويمسك المدن ويديرها ويسيرها يعني ما المانع يعني دعيني أن أكون واضحا أن الذي سيتضارر أكثر هم أبناء تلك المنطقة الكل يعلم أن أبناء المنطقة لا يزالون في الرقة وفي دير الزور وفي الحسك وفي ريف حلب والتي تستهدفها طائرات التحالف وطائرات النظام وهناك تناوب ما بين طائرات النظام والتحالف وهناك إحصائيات أن الكثير من الأبرياء ترقطوا نتيجة هذا القصف الجوي من قبل قوات التحالف ومن قبل قوات نظام بشار الأسد الكلاهما شريك بقتل الشعب السوري لو أرادوا التخلص من داعش فهذه ليست بالمشكلة الصعبة وكما دعت تركيا وقالت نحن مستعدين أن ندخل الحرب ضد داعش ونسلح المعارضة وندخل بقوة بشرط محاربة تنظيم الدولة ونرام بشار الأسد وإقامة منطقة آمنة ولكن الولايات المتحدة ترفض ذلك ولو كانت تم إقامة تلك المنطقة الآمنة لما شاهدنا كل هؤلاء المئات الآلاف من السوريين الذين تهججوا بالملايين أصبحوا بكافة دول العالم ولكنهم يرفضون ذلك يريدوا فقط أن يستهدفوها وكما قلنا بالبداية طالما ليست هناك قوات بذية على الأرض ولا يوجد هناك دعم من قبل الأرض لن يستطيعوا بذلك الأكثر من ذلك أن داعش الآن يستفيد من تلك الضربات ليقول لهم أن أنا أحاميكم وأنظروا هذا الغرب الكاذب الذي يدعم بشار الأسد لأنه كما تعلمين لا يوجد الآن هناك قوات فصل ما بينهما أي تراجع لداعش يتقدم به بشار الأسد طيب نعود إلى محمد سباعي محمد سباعي كيف يبدو لك المشهد من الداخل يعني السوريون كيف ينظرون لهذا التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية هل فعلا هذا التحالف يستهدف فقط مواقع هذا التنظيم وأهدفه دقيقة أم أن هناك مخاوف من أن يستهدف المدنيون أيضا طبعا يوجد مخاوف كثيرة يوجد مخاوف كثيرة للمدنيين الموجودين على المناطق التي تسيطر عليها قوات الدولة الإسلامية لأنها تسيطر مكان بين المدنيين هي لا تسيطر بمكان طالب من الأهالي أو طالب من المدنيين هو مكان يوجد مدنيين به يوجد أهالي يوجد جميع الفصائل الغير تابعة لعناصر تنظيم الدولة ها هي المخاوف التي يتبعها قصف التنظيم يتبعها حقا قصف التحالف الدولي لسوريا طيب أتحول إلى أسامة أبو زيد أيضا الإعلامي من مدينة حمس من سوريا أستاذ أسامة أبو زيد يعني بعد الترحيب بك المشهد ربما يوما بعد يوم في سوريا يزداد تعقيدا والأطراف التي تشارك أو تداخل الأطراف التي موجودة الآن على الساحة السورية كيف يحكس هذا بالنسبة لي المواطنين في سوريا أسامة أسماعين أخت الكريم نعم أسمعك تفضل نعم السلام عليكم ورحمة الله وتحية لكم وليأساد المتابعين أولا أريد أن أنوح إلى أن حالة المدنيين باءت تكسوء جدا 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 فخمسة سنين من الحصار والقصف والدمار لم يبقى هناك منزل داخل الأراضي السورية لا ودمير لم يبقى هناك عائلة هناك شهيد وهنا طفل فقد عضوا وهنا عائلة فقدت معيلها بسبب اعتقال أو بسبب فقدان أو اختفاء أو خطف حال الوضع داخل الأراضي السورية سيء جدا للغاية أريد أن أنوح إلى معلومة وهي أن الدول الأوروبية والأمم المتحدة هي تعد سببا أساسيا في هذا الوضع الذي بات يسوء يوما بعد يوم السبب هو أن الخزلان وعدم أخذ الاعتبار لحال المدنيين هذا يؤثر سلبا دائما على الناس أصبحنا نسأل الناس ما هو موقفكم تجاه الأمم المتحدة قالوا هي فقط واجهة هي فقط جهة مسيسة لا تتحكم أبدا بالظروف التي تحيط بالمنطقة هي ترى بعينها ما يحدث وتراقب ولا تستطيع أن تؤثر بأي شيء على الأرض دعني أنقل وجهة نظرك أستاذ محمد دعني أنقل وجهة نظرك ثم أعود إليك أو عفوا أسامة أنقلها لضيفي هنا في الستوديو يبدو هناك حالة من عدم الثقة أصبحت لدى السوريين في هذه المؤسسات الدولية في دول الغرب التي أظهرت في بداية الثورة الصداقة وأظهرت بأنها تقف مع الشعب السوري وخياراته لكن الآن يبدو أنها تخلت عن الشعب السوري الفرقة الثلاثين التي دربت أمريكيا قيل لها أن تحارب الدولة الإسلامية لكن ليس بشار الأسد هذا الاستثناء لبشار الأسد ماذا يدلل وهل فعلا يبرر حالة التململ من هذه المنظمات ومن الغرب الذي لا يقوم بدورة اتجاه الشعب يعني دعني أكون واضحا أن هذه الدول التي تدعي أنها تساعد الشعب السوري هي دول كاذبة يعني هما 137 دولة اعترفت أنه بالاتلاف والمعارضة ممثل شرعي للشعب السوري ولكنها لم تقدم شيء والنظام السوري لديه أربعة دول تقدم له المساعدات أفضل من 137 دولة تدعي أنها تساعد الشعب السوري الخذلان ليس فقط من الغريب بل من أيضا من القريب الذين خذلوا الشعب السوري انظر الآن المأساة من هو السبب الرئيس بالمأساة هل من المعقول أن يتهجر 12 مليون مواطن سوري في سبيل لا يهجر بشار الأسد لوحده هل هذا الذي يحدث من الشعب السوري من هو المتسبب ألا يعلم العالم أن بشار الأسد هو السبب الرئيس للمشكلة ولكنهم لا يريدوا أن يعملوا شيء وبعد بشار الأسد المسؤول الأول حسب وجهة نظري المتواضعة أن نحمل الولايات المتحدة هي السبب الرئيس هي ليست فقط لا تريدوا أن تساعد أيضا تمنع من يريدوا أن يساعد الشعب السوري سواء من الدول العربية عندما أرادت المملكة السعودية وقتر وتركيا أن يسلحوا المعارضة السورية رفضت الولايات المتحدة وأيضا عندما أرادت فرنسا وبعض الدول الأوروبية تسليح الجيش الحر أيضا رفضت الولايات المتحدة الأكثر من ذلك أن حتى هذه المأساة الآن منطقة آمنة عازلة على الحدود ترفضها الولايات المتحدة وتكيل بأكثر من مكيال تبقي بشار الأسد وهي كما تحدثت تمنع سقوط بشار الأسد عسكريا وقالت أن الحل سياسي الأكثر من ذلك أنها بالجهة الأخرى هي تدعم الأكراد وتؤمن لهم منطقة آمنة عازلة وحتى تكون خاسرة بصفحة تركية حتى تكون هناك إزعاج لها وتقدم لها الدعم وحتى ما تدعيه من محاربة الدولة الإسلامية هي فقط تقصف المناطق التي تشتبك بها مع الأكراد وأما أنظري في المناطق الأخرى التي يشتبك بها الثوار على الأرض مع الدولة الإسلامية لم تقدم لهم أي دعم يذكر وحتى الفرقة الثلاثين التي هي عدد عناصرها 54 عنصر بعد أن كانوا الستين وانشقوا منهم ستة ورفض الغالبية العظمى من هؤلاء المقاتلين الاستمرار لأن الولايات المتحدة خذلتهم مرة ثانية بعد أن وقعت مع تركيا على أن يكون القتال ضد بشار الأسد وضد الدولة الإسلامية ولكن بعد ذلك قالت لهم بالحرف الواحد القتال فقط للدولة الإسلامية ولد أسمح فيه قتال بشار الأسد مما دعا الكثير منهم إلى أن انسحاب ولم يبقى سوى 54 عنصر من هؤلاء أعود إلى سامر وعفوا نعود إلى محمد سباعي محمد سباعي لعلك ما زلت معنا اليوم يتم الحديث عن عاصفة رملية تشتاح أجزاء من سوريا والمفروض عادة أن هذه العواصف الرملية تلقى استياء من طرف السكان لكن على العكس من ذلك هم ساعدون بها يقولون بأن حجبت طيران بشار الأسد عن قصفهم كيف تنقل لنا تلك الأجواء من هناك نعم العاصفة الجوية التي اشتاحت سوريا بأكمالها ونشرت غبارها زادت مأسفات الأهالي الموجودين في بعض المناطق المحاصرة لأنها تعاني هذه الأهالي قبل العاصفة الجوية التي أتت إليهم كانت تعاني من نقص حافظ الأدوية والمعادات الطبية ولكن أيضا جاءت هذه العاصفة بحاجة جيد على أنها أتت على حضر جواني عزباني للمناطق التي تتعرض لقصف الطيران حرمة بشكل يومي الذي لا يفرق بين المدنيين أو العسكرين هذا الطيران يقوم بفندق سوريا بأكمالها لا يميز بين المدنيين أو عسكري هذا الطيران هدفوا تدمير سوريا هدفوا فيها أرض محروقة داخل الأراضي السورية أو المناطق التي تم تحريرها من يد السوار طيب شكرا جزيلا لك محمد إسباعي مسؤول في مركز حمص للإعلام نشكرك جزيلا شكرا كنت معنا مباشرة من مدينة حمص السورية أتحول إلى أسامة في النهاية أسامة أبو زيد أيضا الإعلامي من هناك أستاذ أسامة نتحدث عن الواقع السوري ربما وبهذه التفاصيل اليومية التي تزيد إلى المشهد السوري نتحدث الآن ربما عن هذه الفرق التي يتم وتدريبها أمريكية من أجل أن تحارب داخل الأراضي السورية إلى أي مدى ترى بأن مهمتها قد تنجح أولا موضوع أن القوات الأمريكية تدرب فصيلا معينا القتال داخل الأراضي السورية هذه نحن بنظرنا هي كذبة كبيرة فكم عدد هؤلاء المقاتلين الذين يدربون الآن كم يبلغ عددهم على ما أعتقد أن عددهم لا يتجاوز 75 مقاتل هل 75 مقاتل قادرين على الدخول إلى الأراضي السورية وتحريرها من الإرهاب وتحريرها من جيش بشار الأسد بالإضافة إلى توطيد الأمن والأمان هل هذه القوات التي نجعل لها تضخيما إعلاميا والتي تبلغ من العدد 75 مقاتلا هل هي قادرة على أن تفرض سيطرتها على أصغر المناطق ضمن الأراضي السورية نحن في الداخل لا نعول أي أمل على هذه القوات تكون نموذج يمكن أن يحتذى أليم تكون فقط طربما نموذج مصغر وإن قل العدد احتمال أن يكون هذا النموذج صالحا وينجح ويكرر في مناطق أخرى كلامك صحيح ولكن نموذج بأعداد صغيرة هل يحتاج التفكير مدة ستة أشهر حتى أخذ قرار ببدء التدريب وبعد أخذ القرار يأتينا القرار بأنه بعد ستة أشهر أخرى سيبدأ التدريب هذه عملية مماطلة هذه عملية مراوغة فقط من أجل إعطاء النظام الوقت اللازم من أجل قمع الثورتي والجيش الحرب فينا لك أسامة أبو زيد واعذرني فقط لنهاية وقت البرنامج نشكرك جزيل الشكر لمشاركتك معنا لأول مرة في برنامج أحداث وأصداء وعود في سؤال ختامي ربما إذا قلنا بأن التدريب فرقة هذا لا يجدي ولا ينفع وكذلك قصف التحالف لا ينفع روسيا مازالت تقول بل بالعكس أكدت بأنها لم يقفها ثابتا من سوريا من نظام بشار الأسد إذن ما هو الحل في الأفق ما ذي يمكن أن يفعل من أجل أن تحل أزماء السورية يعني طالما بقيت روسيا هي وإيران هي من ترعى الحلول فلن نتوصل إلى أي حل لأنه على ما يبدو أن الولايات المتحدة تخلت تماما عن أي دور لها في سوريا من خلال حل سياسي أو عسكري كما تدعي وتركت الملعب للروس والإيرانيين والكل يعلم أنهم يعني الروس والإيرانيين يعني يصبون بمصلحة بشار الأسد وليس لمصلحة الشعب السوري طالما بقيت الأمور بهذا الشكل وكما تعلم حتى مجلس الأمن هو مشلول وغير فعال طالما موجودة روسيا طالما بقيت هذا فلن نجد أي أمل للحل السياسي أو العسكر من قبلهم ولكن الأمل موجود بالله وبالشعب السوري الذي سينتصر ولن يتوقف حتى إسقاط ضام بشار الأسد وحتى هذا التدخل الروسي الذي تروج له روسيا سوف ينهزم كما انهزم الاتحاد السوفيتي بكامل عظمته وقوته في أفغانستان فالأفغان لن يكون أشجع من السوريين الذين سيتردون كل هؤلاء الوزاة شكرا جزيلا لك الأستاذ سامي الخليوي المحلل السياسي السوري نشكرك جزيلا لتواجدك معنا وأشكركم أنتم أيضا المشاهدين الكرام لمشاهدتكم ومتابعتكم لنا في هذا النقاش حول الملف السوري نلقاكم في ملفات جديدة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا أستاذ اشتركوا في القناة